بإسناد من طائرات التحالف العربي ضيق الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية الخناق على الحوثيين وحليفهم علي عبدالله الصالح في معركة كبرى لتحرير المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي أطلق عليها نصر الحالمة عملية تحرير محافظة تعز اتخذت مسارات مختلفة أبرزها هجوم المقاومة والجيش الوطني من داخل المدينة باتجاه الأطراف خلافا لمعركة تحرير محافظتي عدن ومأرب والتي كانت ضغط فيها من الخارج إلى الداخل المعركة التي انطلقت بقيادة مباشرة من الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي الذي وصل مدينة عدن برفقة عدد من الوزراء حيث يقود المعركة من غرفة عمليات هناك وعلن قائد المجلس العسكري في المقاومة بالتعايز العميد الركن صادق صرحان بدأ معركة تحرير شاملة لاستعادة مركز المحافظة الذي يحمل اسمها وصولا إلى إخراج ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله الصالح من بعض المديريات التي تتواجد فيها جنوب وجنوب غرب المحافظة عملية التحرير بحسب مصادر المقاومة تسير وفق خطة عسكرية جرى إعدادها ومناقشتها بين قادة جبهات المقاومة وقيادة المجلس العسكري وضباط من التحالف العربي بمدينة حدن خلال الأيام الماضية وانتهت بتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة من السلاح والذخيرة وتوزيعها على جميع الجبهات العملية تهدف إلى فك الحصار المفروض على المدينة والذي يمنع عنها المواد الغذائية والطبية منذ شهور كخطوة أولى يتبعها تحرير جميع مناطق المحافظة لذلك تركز أغلب هجوم المقاومة بالجبهة الغربية لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في بيري باشا والحصب وحبيل سلمان والجامعة وصولا إلى مناطق سيطرة المقاومة في الضباب سيطرة على الطرق والمنافذ البرية والبحرية تعد إحدى وسائل التضييق على الحوثيين وقوات صالح باعتبارها العصب الذي يمدهم بأشكال الدعم اللوجستي وإن تعطيل هذه المنافذ وسيلة ذات فاعلية عالية في تحقيق الأهداف المنشودة